الإسماعيلي الأمور عنده صعبة جدا كابتن حمد إبراهيم بالنسبة لما يحدث في الإسماعيلي وتمرض اللعيبة وعدم نزولهم التدريب لعدم الحصول على مستحقاتهم الرجل يعني عمل ماتش قدام الاتحاد حل والأمور هتمشي هو خلاص ويركبوا القطر لكن فجأة الأمور المادية ومستحقات المادية بتعطى للأمور وبتعمل بلبلة في نادي الإسماعيلي مرة أخرى والراجل اللي حس كده الأمور مش هتبقى حالو بالتالي بيفكر بشكل كبير لا تظهر عن الوجود في الفترة القادمة في نادي الإسماعيلي البيان اللي حصل بقى ما بعد المشكلة بتاعت اللعبين كان فيه بيان من اللعبين بيوضحوا فيهم بيوضحوا فيه إيه الأزمة وليه حصل كده وإيه المشكلة بالنسبة لهم اللي بيوجوها في النادي اللعيبة بقالها فترة ما تاخدش مستحقتها فيه لعيبة عليها الاتزامات فيه لعيبة عليها شكات وبالتالي مهددين بالحبس في وقت اللعيبة فيه لعيبة يعني موجودة بالنسبة لجوه النادي الأكل بالنسبة لهم مش ماشي يعني الأكل ونظام التغذية بالنسبة لهم مش كويس في نفس الوقت الملابس نفسها اللي بيروحوا بيه اللعيبة ده يمكن من البيان اللي بيقولوه يعني كل واحد اللابس لبس مختلف وبالتالي ده شكل الفريق اللي هو مفروض فريق كبير ما ينفعش يبقوا ماشيين بالشكل ده بيواجهوا انتقادات من الناس اللي حواليهم بعض الأمور الخاصة بالبيان من خلال اللعبين بيوضحوا فيه الأمور اللي خلت اللعبين ان هم ما ينزلوش التمرين ويطلبوا مسحقتهم في الفترة أخيرة وان اللعيبة عندها أهالي بيصرفوا عليها حاجات كتير طبعا بتبقى يعني اللعيبة بتبقى مسؤولة من عيلة ومسؤولة من ناس حواليها هم بيوضحوا هذا في البيان الخاص بيهم طيب أخيرا بشكتاش بيتواصل مع وكيل محمد النني لتعاقد معه في الصيف المقبل نتمنى التوفيق للنني التفكير دلوقتي معنا الصراحة مع النني هو الوصول لكأس العالم والوضع ممكن يختلف تماما لمحمد النني ان شاء الله في حالة وصول منتخبنا لكأس العالم هطلع لفاصل بعد الفاصل ان شاء الله أستاذ أسام شلتوت وأستاذ جمال الزهيري وحديثنا عن مباراة الغدى اليوم التاريخي للمصريين وكرة القدم المصرية ان شاء الله أقل من 24 ساعة هنكون عارفين وهنعمل ايه وهنحجز بقى الطيران للقطر امتى والتذاكر ايه كل ده هتحدد بكرة ان شاء الله بعد اللقاء بعد الساعة تسعة هنكون فرحانين بأمر الحديث